اهلا بكم الى موجز الانباء طلق الرئيس بشار الاسد امس برقية من القاضي الشرعي الاول في دمشق محمود المعراوي جاء فيها يسعدني ان ارفع لسيادتكم انه تمت عدة شعبان ثلاثين يوما لذلك فان اول شهر رمضان المبارك لعام 1434 هجرية هو يوم الاربعاء الموافق لليوم العاشر من شهر تموز لعام 2013 ميلادية واضاف القاضي المعراوي في برقيته لا يسعني في هذه المناسبة الا ان ادعو الله العلي القدير ان يمدكم بالقوة والعزيمة وان يعيد هذا الشهر المبارك على سيادتكم وعلى شعبنا وعلى الامة العربية والاسلامية بالخير والبركة وقد تحققت الامال بالعزة والنصر وكان القاضي الشرعي الاول بدمشق اعلن ان يوم الاربعاء هو اول ايام شهر رمضان المبارك والذي وافق العاشر من شهر تموز الجاري اصدرت وزارة التربية امس نتائج الثانوية العامة بفرعيها الادبي والعلمي والثانوية الشرعية والثانوية المهنية بفروعها النسوية والصناعية والتجارية لدورة عام 2013 وبين وزير التربية الدكتور هزوان الوز ان عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الفرعي العلمي بلغ تسعة وثمانين الفا وثلاثمائة وثلاثة وعشرين طالبا وطالبة نجح منهم سبعة وستون الفا واربعمائة وخمسة وثمانون طالبا وطالبة لتكون نسبة النجاح خمسة وسبعين وخمسة وخمسين لافتا إلى أن عدد المتقدمين في الفرعي العدبي بلغ مائة وسبعة واربعين الفا وخمسمائة وسبعة وخمسين طالبا وطالبة نجح منهم ستة وتسعون الفا وثمانمائة وتسعة وثلاثون طالبا وطالبة بنسبة خمسة وستين وثلاثة وستين بالمئة طلب النائب الاقتصادي الدكتور قدري جميل في سلسلة تعاميم أمس من الوزرات والجهات العامة والخاصة والأهلية ذات العلاقة تأمين متطلبات المواطنين في الأسواق المحلية من المواد الغذائية والاستهلاكية خلال شهر رمضان المبارك ومراقبة موضوع التقييد بالأسعار وشملت التعاميم وزارتي الزراع والإصلاح الزراعي والصناعة للمساهمة بزيادة السلع والمواد المنتجة وتوفيرها بكميات وأسعار مناسبة للحد من استغلال البعض والمساهمة بالتدخل الإيجابي بالسوق المحلي خلال شهر رمضان كما طلب النائب الاقتصادي من المؤسسات الاستهلاكية والخزن والتسويق وسندس تأمين تشكيلة واسعة من مختلف السلع والألبسة بأسعار تشجيعية لذوي الدخل المحدود وتفعيل دور هذه المؤسسات كجهة تدخل إيجابي ولتكون صلاتها ومنافذها نقاط ارتكاز لتثبيت وتوازن الأسعار في السوق وتأمين هذه السلع بما يلبي رغبات وأذواق المستهلكين وبسعر وجودة مناسبين لكل شرائح المجتمع أكدت وزارة الخارجية الروسية أن مشروع بيان مجلس الأمن الدولي حول الأحداث في مدينة حمص الذي قدمته بعض الدول غير دائمة العضوية في المجلس يتسم بطابع متحيز وأحادي الجانب وقالت الخارجية الروسية في بيان لها أن مشروع البيان تضمن دعوات لوقف العنف موجهة إلى الحكومة السورية بشكل أكبر بينما بقيت أعمال المعارضة المسلحة التي تستخدم المدنيين كدروع بشرية دون أي تنديد عملياً وأضاف البيان أن الجانب الروسي اقترح جعل النص أكثر توازناً من خلال التعبير عن القلق على مصير سكان بلدتين نبول والزهراء بريف حلب التي تحدث عنهما الأمين العام للأمم المتحدة بانكيمون والتي أصبحت محاصرتين نتيجة أعمال مقاتلي المعارضة وأوضحت الخارجية الروسية أن المقترحات تم تجاهلها بالإضافة إلى ذلك زاد أصحاب المشروع من تحريف جوهر ما يحدث من خلال فرضهم مطالب إضافية موجهة إلى الحكومة السورية بتوفير إمكانية وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق الأخرى أصدر الرئيس المصري المؤقت المستشار عدل منصور إعلاناً دستورياً يعطيه سلطة التشريع بعد التشاور مع الحكومة ويتم بموجبه إجراء انتخابات برلمانية جديدة بمجرد الموافقة في استفتاء على تعديلات لدستورها المعلق بما يحدد إطاراً زمنياً يمكن أن يشهد إجراء انتخابات تشريعية خلال نحو ستة أشهر وقال الإعلان المكون من ثلاث وثلاثين مادة إنه سيتم الدعوة لإجراء انتخابات رئاسية بمجرد انعقاد البرلمان الجديد وحدد الإعلان فترة أربعة أشهر ونصف الشهر لإكمال التعديلات على الدستور المثير للجدل الذي فرضته جماعة الإخوان ورفضه غالبية المصريين وقال إن الفترة التي يستغرقها إجراء الانتخابات البرلمانية يجب أن لا تزيد على شهرين في مصر أيضاً أظهر شريط نشرته وكالة رويترز للأنباء أحد مؤيدين الرئيس السابق محمد مرسي وهو يقوم بإطلاق النار على عناصر الجيش المصري خلال الاشتباكات حول مجمع الحرس الجمهوري وقع انفجار الناجم عن سيارة مفخخة قبل ظهر اليوم استهدف موقفاً للسيارات تابعاً لمركز التعاون الإسلامي على أوتستراد هادي نصر الله في منطقة بئر العبد بالضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت وأفادت قناة المنار اللبنانية أن السيارة التي انفجرت كانت مركونة في مرآب للسيارات قرب المركز ما أدى إلى إصابة عدد من الأشخاص واحتراق عدد من السيارات المركونة في المكان وذكرت القناة إلى أن سيارات الإطفاء والإسعاف هرعت إلى مكان الانفجار لإسعاف الجرحة وإطفاء حريق شب في المكان أعلنت الرئاسة التونسية تمديدة ثلاثة أشهر لحالة الطوارئ السارية المفعول في تونس منذ الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي في الرابع عشر من كانون الثاني يناير عام 2011 لمدة ثلاثة أشهر وأوردت وكالة الأنباء التونسية أن رئيس الجمهورية منصف المرزوقي قرر تمديد حالة الطوارئ ثلاثة أشهر وذلك اعتبارا من الثالث من تموز يوليو وبحسب المصدر نفسه فإن هذا القرار اتخذ على إثر اقتراح القادة الأمنيين وبعد مشاورات مع رئيس الحكومة ورئيس الجمعية الوطنية التأسيسية أفاد شهود عيان بأن الشرطة التركية استخدمت مدافع المياه والغاز المسيلة للدموع والأعيرة المطاطية لتفريق نحو ألف محتج حاولوا دخول ميدان تقسيم بمدينة اسطنبول بعد ساعات من إعادة فتح حديقة جيزي أمام الجمهور وكانت اشتباكات بين الشرطة ومحتجين منوئين للحكومة أدت إلى غلق الحديقة الكائنة بميدان تقسيم وأقام بعض المتظاهرين المتاريسة في شارع يؤدي إلى الميدان تلقت فنزويلا طلبا للجوء من المستشار السابق في المخابرات الأمريكية أدوارد سنودن الذي بدأ أسبوعه الثالث في منطقة الترانزيت بمطار موسكو حسب ما أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وقال مادورو في القصر الجمهوري تلقينا رسالة طلب لجوء وأضاف يجب أن يقرر سنودن متى سيستقل طائرة في حال قرر أخيرا أن يأتي إلى هنا وأوضحا قلنا لهذا الشاب أنت مضطهد من قبل الإمبريالية تعال إلى هنا ختام الموجاز السلام عليكم اشتركوا في القناة